يدربون أنفسهم على النسيان العائدون إلى المدينة القديمة في الموصل تطاردهم الذكريات القاسية التي عاشوها خلال حكم داعش والحرب التي تلت ذلك تدريباً على النسيان هكذا تمثل العودة إلى مدينة الموصل القديمة بالنسبة لسكانها الذين ما يزالون يحتفظون بذكريات قاسية خلال فترة الحكم الوحشي لداعش وما تلاها من حرب استعادة المدينة كثيرون من سكان المدينة القديمة كانوا آخر من غادروا الموصل ومع اشتداد القتال في ربيع 2017 تراجع مقاتل التنظيم أكثر إلى الداخل حيث المباني المتلاسقة في الأحياء التاريخية واستولوا على منازل بأكملها وحولوها إلى قواعد مؤقتة ما أجبر الأهالي على اللجوء إلى مخابئة تحت الأرض الحياة داخل القبو يتحدث عنها أحد السكان الذين أجبرهم التنظيم للعيش مع عائلته داخل قبو تحت منزله لمدة ثلاثة أشهر ويتحدث أيضا عن لحظات الجوع والخوف والانتظار في كل زاوية تطوف ذكرى أليمة لأهالي المدينة القديمة فهناك من رأى ولده يجلد أمام جمهور من الناس ومنهم من تمثل له هذه الشوارع مذبحاً ما يزال يرى دم أخيه أو أبيه مسفوكاً عليها ومن أجل هذا الماضي بعض الأهالي لا يريدون العودة كي لا تعود الذكريات أحياء باب جديد باب الطوب والفاروق وخزرج استخدم تنظيم داعش من ظل من أهلها دروعاً بشرية خلال المعارك الطاحنة التي خلفت كل هذا الدمار فالحرب التي كانت تدور من شارع إلى شارع ومن بيت إلى آخر وهكذا حتى انتهت غير أن آثارها لم تنتهي بعد ترجمة نانسي قنقر